يبدو أن الفرقاء الليبيين ماضون نحو إنهاء المراحل المؤقتة والتوصل إلى حل دائم ينهي أمد النزاع أما المواطنون الليبيون فآمالهم معلقة على بلدة بوزنيق المغربية التي تستضيف الحوار الليبي في جولته الثانية خلال الأيام المقبلة اجتماع يسعى للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جينيف المرتقبة في أكتوبر المقبل وبينما تعول أطراف داخلية وخارجية على جلسات حوار بوزنيقة لأهمية ما تتضمنه أجندتها تتنامى المخاوف من استمرار الميليشيات المتناحرة في الغرب الليبي في عرقلة الجهود ومحاولة تفخيخ طريق التسوية لكن أضحى واضحا أن هناك رغبة إقليمية ودولية تدفع أطراف حوار بوزنيقة إلى دعم المسار السياسي إذن وفقا لما هو مقرر ومأمول في الوقت ذاته فعلى الفرقاء التوصل إلى اتفاق نهائي على المناصب السيادية السبعة في البلاد وهي المصرف المركزي والنائب العام ومؤسسة النفط والاستثمار وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد المشاورات ستشمل التنسيق لأجندة جنيف المقرر لها أن تتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات هذا بعد أن أفضت الجولة الأولى إلى توافق على إعادة تشكيل المناصب السيادية على أساس متوازن وعادل للأقالم الثلاثة واتفاق حول وضع مدينة سيرت الاستراتيجية ووضع البنك المركزي على الجانب الآخر تبقى عيدات النفط والاتفاقات التي أبرمتها حكومة السراج مع تركيا وكذلك وضع الميليشيات والمرتزقة في الغرب الليبي نقاطا عالقة من الاسخيرات وبوزنيقة إلى برلين فالقاهرة ثم جنيف تبقى جميعها مساعي لاختراق الجمود السياسي في ليبيا وبالتالي وضع حد لمعاناة شعبها وإنهاء حرب طال أمدها مزيد من المتابعة معنا من الرباطة الكتب والبحث السياسي محمد بودن أستاذ محمد أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية إذن الأنباة تشير إلى تأجيل أو تعذر انعقاد هذه الجولة غدا هل لديك أي معلومات مؤكدة حول حقيقة هذا التأجيل؟ أهلا وسهلا سيد سامي المؤكد أن بوزنيقة 2 أكيد ستنعقد وطبعا الهدف هو تصحيح العلاقة بين مجلسي النواب والمجلس أعلى الدولة وطبعا توضيح ملامح الحوار السياسي المرتقب بفضلا عن وضع خطوات مهمة على طريق السلام طبيعة الحال ثمت ترتيبات تحصل بين الفنة والأخرى من أجل وضع آليات لجلوس الأطراف على الطاولة وأعتقد أنه منذ بوزنيقة واحد تحققت الكثير من العناصر الإيجابية من بينها ظهور علامة انفراج اتفاقات بين عدة أطراف كذلك اقتناع أطراف ليبيا وأطراف دولية بأهمية الحوار السياسي فضلا عن مسألة متعلقة ببناء حلول وآليات ومعايير ومحددات حول مسألة المناصب السيادية لأنه تطبيق المدى 15 من الاتفاق السياسي يبقى عنصرا أساسيا من أجل الانتلاق نحو الأمام سيد محمد تحدثت عن الترتيبات ما الترتيبات وأهم النقاط الخلافية التي يجري تذليلها في هذه الجولة برأيك مؤكد أنه أعتقد بأن الأطراف الليبية يجب أن تنطلق في هذه اللحظة الراهنة من هذه الفرص المقدمة والمؤكد أنه مسألة تصفير المشاكل وتصغير الأزمات وتكبير الحلول إن صح التعبير هي مسألة حتمية لأن الأطراف الليبية وخاصة المواطنون الليبيون ينتظرون الكثير من الأطراف الموجودة على الساحة حاليا وأعتقد بأنه لا يوجد مصار يعني أفضل من المصار الأممي وكان هناك اتصال في هذا الإطار بين السيدين نصر بوريطا وأنطونيو جوتيريش أمس وكان من بين المحاور في الاتصال هو محور الأزمة الليبية أعتقد بأنه مسألة التوافق بين الليبيين يعني مسألة لا يجب أن تغيب عن بصيرة الليبيين لأنه المسألة مطلوبة جدا بشكل كبير وبشكل حتمي وأعتقد بأن الأسس هي أولا تنفيذ القرارات الأممية خاصة 2259 متعلق بالاتفاق السياسي ثم 2441 متعلق بالمجلس الرئاسي وكذلك الحكومة فضلا عن القرار الأخير متعلق باللقاء برلين وهو القرار 25-10 وأعتقد بأن الليبيين يجب أن يتجاوزوا مسألة الحساسيات المرتبطة بالأقاليم والقبائل وكذلك بعض الشخصيات أعتقد بأن المسألة الأساسية من أجل انطلاق نحو الأمام فضلا عن أن من يشجع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية فبالتأكيد يجب أن يمتنع عن العناصر التي يمكن أن تخلقها أو لا يمكنها أن تنضج تطبيق وقف إطلاق النارة ما احتمالية الالتقاء المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في بوزنيقة للتصديق على أي اتفاق يتم التوصل إليه هل تمت أي معلومات رشحت بهذا الخصوص أستاذ محمد المؤكد أنه يعني يعني طبعا هناك رغبة في تحسين التوقعات بشأن اللقاء بين الطرفين وأعتقد بأن مسألة التشاور بين مجلسي النواب والمجلس على الدولة هي مسألة واضحة في المدى 15 من الاتفاق السياسي كانت هناك يعني بوادر إيجابية ظهرت في زيارة السيدين عقيلة صالح وخلد المشري في وقت سابق للرباط وبطبع حال حتى الوفود التي تمثل المجلسين يعني أبرزت قدر كبير من التوافق والإيجابية وهذا بطبع حال يوفر مناخا إيجابيا للقاء واللقاء سيكون يعني يقدم صورة إيجابية على طريق التوافق بين طرفين مهمين خاصة وأن المؤسسات في ليبيا فعلا هي غارقة في الإزدواجية والمناطقية وأعتقد بأن هذا لن يفيد الليبيين بتالي فمسألة يعني هناك حلين ممكنين هناك الحل الأسرع الذي ينصدره الليبيون المواطنون بالتحديد ويهم المصارات الأمنية والمصارات الاقتصادية ويعني المصارات المرتبطة واللسيقة بالحياة اليومية أما المصار الذي يمكن أن يطول فهو المصار السياسي والمصار السياسي بطبيعة الحال يتطلب إنضاج المصار العسكري الذي يجري في لجنة الخمسة زائد خمسة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أستاذ محمد بودن الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الرباط شكرا